اشتركوا في القناة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خلقهم وهو أعلم بما يصلحهم ويصلح لهم سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقد أمر عز وجل النساء بالحجاب والرجال بغض البصر لكي تكتمل العفة فله الحمد على ما شرع له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن فهو الذي أوحى بقوله يُدنين عليهن من جلابي بهن وهو الذي أوحى بقوله ولا تبرَّجن تبرُّج الجاهلية الأولى وهو الذي أوحى بقوله وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إنه رَبٌّ رَحِيمٌ رَبٌّ عَلِيمٌ رَبٌّ خَبِيرٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنزل الحجاب وشرعه وأمر به إنه الوقاية والكرامة وحذَّرَنا عز وجل من فتنة النساء زُيِّنَ للناس حبُّ الشهوات من النساء والنبي صلى الله عليه وسلم حذَّرَنا من فتنة النساء وأخبر أن من فتنة هذه الأمة الافتتان بالنساء حذَّرَنا من الصنف الكاسيات العاريات من أهل جهنَّم التي لها ظاهرٌ وباطٍ تُبْدِي زينتَها وَلَا تُبَالِي بِمَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا مَقْصُودُهَا لَفْتُ الْأَنْظَارِ إنَّهَا تَجْعَلُ مَا فَوْكَ رَأْسِهَا عَالِيًّا كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لِلَفْتِ النَّظَرِ إن الحجاب يا عباد الله دينٌ وتشريع وليس عاداتٍ وتقاليد فقط إنه شيءٌ أسمى وأعلى وأعظم إنه أمرٌ يُؤجر عليه إنه أمرٌ واجبٌ شرعًا إنه أمرٌ لا خيار فيه ولكن الناظر في الواقع يرى أشياء منكرة لا يعرفها المؤمن والله فإن المؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر ولكن ماذا حصل وإلى أي هاوية يسير هؤلاء الذين يسايرون أعداء الله أعداء الله الذين يريدون زوال العفة الذين يريدون الضمحلال الفضيلة الذين يريدون حصول التبرُّج والاختلاط وإثارة الشهوات لأنهم يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عندما يُضرب بقول الله تعالى وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى عَرْضَ الْحَائِطِ فماذا يُرْجَى مِنْ خَيْرٍ يَا عِبَادَ اللَّهِ عندما تَأْتِي الْأَوَامِرِ وَكَأَنَّ الْغَيْرَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِهَا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين حتى لا يتخيل أحد أن الحجاب هو لأمهات المؤمنين فقط قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ الإدناء من أعلى شيء إلى أسفله من قمة الرأس إلى أخمص القدمين الإدناء من أعلى إلى أسفل يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ فإذا أدنته عليها غطَّت كل شيء لم يبق من جسدها شيء مكشوف إذا هي امتثلت هذه الآية عباد الله ما هذا التناقض الذي نعيشه الأئمة يقرؤون في الصلوات آيات وإذا عات القرآن ترددها والذكور والإناث في المدارس يقرؤونها لمن هي للجن فقط لمن هي أليست للإنس أيضاً لمن هي الآيات لمخلوقات مزعومة في كواكب أخرى لمن هذه الآيات وبشأن من نزلت ومن هو المخاطب بها من هو المنادى من هو المكلَّف بهذه الأحكام وعجباً كأن الأمر لا يعنينه كأن رب الأسر غير مسؤول كأن ولي أمر البنت غير حاضر كأن القضية لا تعني من قريبٍ ولا من بعيد ثم بيئةٌ متناقضة وأسواق فيها من التبرُّج والسُفور ما الله به عليم وتلميع المتمرِّدات على ثوابت الدين وجعل القدوات الفاسدة لبنات الجيل وإقامة المواخير الفضائية التي تنشر التبرُّج والسُفور على الملأ مجاهرةٌ بالمنكر وإعلانٌ بالفسق وحتى هؤلاء الذين يستوردون الملابس ممن لا يخافون الله ولا يهمهم ماذا يدخل في جيوبهم وحساباتهم من حلالٍ أو حرام حتى بات ربُّ الأسرة المُتدَيِّنة مهمُومًا هو وأهله من أين يشتري الملابس وأين يجد اللباس الساتر إنما هو معروضٌ وراء هذه الواجهات للمحلات خلف الزجاج الشفاف لا يُرضِ الله عز وجل كثيرٌ منه خارج عن دين الإسلام خارج عن معاني الفضيلة خارج عن الستر والحشمة لا علاقة له بالدين لا من قريب ولا من بعيد ويُلبَسُ ويُعرَضُ على هذه القوالب التي يُضَعُ عليها إغراءًا بالشراء إن المسألة اليوم قد صارت دعوةً واضحةً للسُفور والفُجور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر